ويغفز إلى الواجهة مفهوم جديد للأغلبية السياسية مفاده مشاركة الجميع بتشكيل الحكومة ومن جميع المكونات مقابل كتلة معارضة برلمانية من جميع المكونات أيضا ما يعني بحسب محللين وسياسيين نهاية تناحل النفوذ داخل البيت الشيعي إذا كون النتائج بديلا عن الرمزية ويلوح عضو تحالف الفتح حامد الموسوي باتفاقه على المشتركات من التيار الصدري والتنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على صيغة مستقبلية للعملية السياسية فيما يتحدث مراقبون على المضي بالكتلة الأكبر للمكونا الشيعية لتشكيل الحكومة الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر